انتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة الإنسانية القانون الجديد الخاص بالهجرة في الدنمارك وتستهدف الانتقادات خصوصا الجنب المتعلقة بمصادرة مقتنيات ثمين من المهاجرين لدى وصولهم للدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء لكن بنوذة أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهى المتعلقة بلم شمل العائلات تثير جدلا وخلافات أيضا نطلب من طالبي اللجوء أتحدث عن الحالة النادرة حين يصلون بمعيتهم الوسائل الكافية لإعالة أنفسهم نطلب منهم اتباع القواعد ذاتها التي تنطبق على المواطنين الدنماركيين وبشكل خاص لما يتقدمون بطلبات استفادة من بدلات البطالة فحين تستطيع الدفع لنفسك أعمل ذلك لأنك لو لم تفعل فإن النظام الدنماركي سيقوم بذلك بدلا عنك إذا كانت هذه التدابير تثير أكبر قدر من الغضب في الخارج فإن المنظمات غير الحكومية قلقة بشأن التأخير في لم شمل العائلات لطالبي اللجوء من وجهة النظر القانونية فإن النقطة التي تثير إشكالية أكبر إنما ترتبط بالقانون الذي يحد من الاستفادة من لم شمل الأسرة بعض اللاجئين ينتظر لموعد لا يقل عن ثلاث سنوات نعتقد بوجود نصوص قانونية دولية واضحة بما فيه الكفاية تظهر ما يشكل انتهاكا لحق الفرض في الحياة الأسرية وتأمل هذه الدولة الإسكندنافية في تجنب تدفق اللاجئين عليها كما حدث مع جارتها السويد التي فرضت مجددا في نوفمبر إجراءات مراقبة على حدودها وبسويسرا تمت مصادرة الأصول فيها لمبلغ أكثر من ألف فرنك من طالبي اللجوء في العام الماضي وفي خطوة مثيلة للجدل بدأت السلطات الألمانية مصادرة المجوهرات والأشياء الثمينة والنقود من اللاجئين الذين يدخلون البلاد لاستخدامها في تمويل إقامتهم ويبدي المسؤولون البفاريون منذ أشهر عدة معارضتهم لسياسة اليد الممدودة للاجئين التي ستتبعها ميركر التي تراجعت شعبيتها وبعد إقرار النص من قبل البرلمان سيُعرض على الملكة ماغريت أثانية لتوقعه ليدخل حيث تنفيذ مطلع شباط فبراير